الدولة راكعة على ركبتيها مهددة بالسقوط تحت ضغط تتابع الأزمات والعصيان المدني على الأبواب تحذيرات يرددها كثيرون في إيران من المعارضين للنظام ومن المؤيدين له على السواء فمن جانب المعارضين تؤكد صحيفة إيران فوكس المعارضة أن الوضع الاجتماعي في إيران يمثل قنبلة موقوتة بسبب الاضطرابات السياسية والانهيار الاقتصادي من جراء العقوبات والمجتمع المتضرر من قرارات وسياسات النظام التقشفية لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا وتداعيات ذلك التفشي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا الأمر الذي ينذر بالمزيد من الاضطرابات والاحتجاجات التي لن يكون النظام قادرا على قمعها وتشير الصحيفة في تقرين لها إلى أن إرهاصات ذلك بدأت بالفعل حيث أن العشرات من المعتقلين الذين يمثلوا السياسيون أكثريتهم نجحوا في التمرد والهروب من السجون الإيرانية وهو مؤشر بالغ الخطورة ولا يمكن تجاهله وعلى صعيد الموالات الإيرانية فإن صحيفة شرق اليومية التابعة للنظام الحاكم حذرت من عواقب انتشار البطالة والكساد الاقتصادي ونموي الواردات وتعميق الانقسام الطبقي في المجتمع ما يعمق الغضب في نفوس شرائح واسعة من الإيرانيين وتدفعهم إلى المواجهة مع النظام في الشارع ولا يقف الأمر عند تقارير الصحف أو طبقة المثقفين بل يمتد ليشمل العديد من السياسيين السابقين في إيران حيث حذر غلاب رضا أنصار حاكم محافظة مزاندران السابق من أن أزمة كورونا إلى جانب الضرر الذي ترحقه بصحة المجتمع لها أيضا واقب اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى والتي يمكن أن تكون أكثر خطورة بكثير من المرض نفسه خاصة إذا طالعنا الأزمات التي شهدتها البلاد في السنة الماضية وبحسب المحللين فإن إيران تبدو على أعتاب مرحلة جديدة بعد انتهاء أزمة تفشي وباء كورونا مرحلة ربما يكون فيها النظام الإيراني ذو القبضة الحديدية أكبر الخاسرين